عندما تستغني عن معرفة ما يدور لكن إن أنا أقول الناس دول ما عرفش بيتعاملوا بجهل لا يا سيدي إحنا لما قلنا إنه كابت المتحد شالبي بالمناسبة هو مصمم على 2007 رغم إن القناة اللي صدرت أو ظهرت للنور في 2008 فمشت علينا لكن إنه يتقال أنا لما كنت بعترض على إنه قنوات الأندية مش من حقها خالص تبس حوق أو عندها حوق بس للمباريات يتقال أنا زنبي إيه إنه هما الناس جاهل أو ما بيتابعوش لا إحنا قلنا لك ساعتها والمواندس عادلي قالك علمنا كنت شفت في بند حصل في يوم من الأيام في لوائح الفيفا كانت موجودة بتحذر على النادي وبتلقى هنشكرك هاتها وقلنا البند هو وتعدل هو وصدقنا هنشكرك على أن أنت علمتنا ما اتدعناش إن إحنا عارفين قلنا لك بس قلنا بند كام وكام وصفحة كام وتعدلوا بقى إيه ما اتدعناش هو عارف في رده عمل إيه تجاهل سؤالنا واتهمنا بالجاهل ولم يتهم نفسه بالعلم عشان يذكره ويقولنا هو يا جاهل أهو ويحرجنا بالفيديو اللي بتاري عليه لده طلع طلع ويقولي المادة نقولك شكرا لقد علمتنا لكن هيبقى الكلام كله هو معنى إن المادة ما طلعتش حاجة من اتنين يا هو ما خدش باله كان منفاعل وعايز يدايقنا وخلاص وما خدش باله إنه يثبت جاهلنا مع إن جاهلنا ده احنا ما دعناش في الجاهل ولا زيد دع العلم لكن الذي يتساءل ما ليس جاهلا ده أنا قلتلك قلنا المادة نهين عشان نبقى ورقب دوية مع إنه نقدر نجابه من جوجل يعني بس حتوهنا عموما هي أنا عايزة أقول لحضركك على الحاجة لكن بس أنا عايزة أقولك لماذا هم حاجتين يا عدم الرد اللي إنها مش موجودة فهنا بقى أنت بتزنق نفسك في خط ليك يا كابتن متحط من فضلك قلنا التعديل عشان نعتذرلك وأنا أعترف لك أنك في هذه النقطة أكثر منا علما ولم نكن جاهلا وإنما ما كناش عارفين فسألناك وإنت مرضتش تجاوبنا صممت إنك تسيبنا إحنا والسادة المستمعين وكل المهتمين بكرة في مصر مش عارفين واحتكرت الحقيقة لوحدك إذا كانت موجودة أما إذا ما كانتش موجودة فلا تعليق موسيقى موسيقى